طبعا ما حدث لا هو إقالة ولا هو إطاحة يعني اليوم اسمعت مصطلحين أقال وأطاح حقيقة لا هو إقال أقال ولا هو أطاح ما حصل هو أن قرار المحكمة الاتحادية رقم 121 لسنة 2022 قرار يقضي بأن كل قرارات حكومة تصريف الأعمال اليومية هي قرارات غير دستورية وغير قانونية فجاء السيد السوداني وقال أن هذه حكومتي نهجها نهج تطبيق القانون واعتماد السياقات الدستورية والالتزام بالقرارات القضائية هذه حكومتي القادمة فهذه رسالة قوية وأكد كذلك وهذه ذكاء من السيد السوداني قال أنه ربما بعضهم يوم غد أنا سأصدر قرار بتثبيتهم المطلوب شنو؟ المطلوب هو تكييف وضعهم القانوني أنت اليوم أصبحت رئيس جهاز بدرجة خاصة ما تفضل به سيد الخبير القانون صحيح سيد الجحيشي أنه بعض الدرجات الخاصة دستورياً يجب أن يكون هناك تصويت تحت قبة البرلمان للتنال شرعيته النظام برلماني الدرجات الخاصة تحتاج إلى شرعية نيابية لكن أصل الموضوع أن تعين درجات خاصة وأن تفاقد لصلاحية ماذا تعين الدرجات الخاصة؟ أنت خرقت القانون في هذه المسألة فالسيد السوداني نعم أعاد ضبط المصنع مثل ما تفضل أخي العزيز أعاد بوصلة الحكومة بالاتجاه أي اتجاه؟ مو اتجاه استهداف وإقالة أبداً حتى القضية لا تذهب إلا أنه يرى أنه هل هذا المسؤول هو كفء منصبه عند ملفات فساد لا هاي أمور بعدية يعني إحنا اليوم دا نتحدث عن التزام الحكومة بقرارات المحكمة الاتحادية هذا هو اللي سواه سيد السوداني والرسالة الجادة اللي بعثها في هذا الاتجاه ترجمة نانسي قنقر